مرحبا بكم وجددا حنحل الان example 5.1 ورح نستخدم النومينال باي سيركيت للميديوم ناين لينث نقرأ السؤال مع بعض 3 phase 6 hertz completely transposed 345 kilovolt 200 كيلومتر line has 2 2 of H 795 thousand 26 by 2 ACSR conductors per bonder and the following positive sequence line constant small z equals to 0.032 plus j 0.35 ohm per kilometer y equals to j 4.2 by 10 to the power of minus 6 siemens per kilometer full load at the receiving end of the line is 700 megawatt at 0.99 power factor leading and at 95% of radio voltage assuming a medium length line determine the following ABCD matrix parameters of the nominal pi circuit اول حاجة بالنسبة للمعلومات اللي موجودة هنا اللي هي خاصة باللين هادي تكفي ان انا اقدر اطلع قيم الزي والواي زي ما احنا استخدمنا او تعلمنا في الاسابيع اللي راحت او الاسبوعين اللي راحه لكن مبدئيا اعطاني هي في السؤال عشان اقدر اوفر وقت لانه هادي هي الار وهادي ج اوميغا ال وهادي ج اوميغا سي كلها اوكي طيب يبغى ال ABCD matrix بالنسبة لل ABCD matrix احنا هنا مثلا بالنسبة لل medium line هذا القانون لل A وهذا لل B وهذا لل C وهذا لل D ممتاز اذا خلينا نشوف للتبسيط نرسم الرسمة حق ال network هي عبارة عن اوكي او اذا حبينا انه احنا نعمل كده وانا هيكون ايش ال neutral وطالما ان انا قلت هنا ال neutral فطبيعي ان احنا لما نتكلم عن ال VS فهي عبارة عن ايش طبعا هتكون line to neutral لما نتكلم عن ال V فهي line to neutral اوكي وما يحتاج اكتب line to neutral لان هي خلاص بقاطها طيب هنا بالنسبة لل capital Z it should be equal to small z multiplied by L وقيمة الزي احنا عندنا معطاها في السؤال و L اللي هي طول اللاين اللي احنا عارفين انه هي زي ما قال في السؤال 200 كيلومتر اذا في هذه الحالة اختصار انا كتبت الارقام هنا هي عبارة عن 70 point 29 والزاوية 84 point 78 وبالنسبة لل Y نفس الشيء هي عبارة عن small Y في L على اثنين الناتج هيزاوي 8 point 4 في عشرة وزناقص 4 والزاوية منس 90 طيب ABCD matrix هي انا اذا احنا لو عوضنا بهذا القيم فحاقدر اقول اذا ال A equals to ال A وال D زي بعضه طيب تلاحظوا نفس الشيء هي بتساوي ال D اللي هي بتساوي تعويضا للقوانين راح نقدر نحصل على هادي النتائج اللي هي point 9706 والزاوية point 159 unit وبالنسبة لل B ال B اللي هي عبارة عن Z اللي احنا كتبناها فوق قبل شوية في الرسمة اللي هي عبارة عن 70 point 29 84 point 78 ohm C تساوي هادي هي C لو عوضنا في القيام حقتها راح يطلع الناتج eight point two seven seven في عشرة والس ناقص أربعة والزاوية 90 point oh eight Siemens وبكده حلينا فقرة ايه؟ هادي بالنسبة للفقرة ايه؟ بالنسبة للفقرة ايه؟ بالنسبة للفقرة بي ايش المطلوب فيها؟ المطلوب sending end voltage vs والcurrent is and real power ps ممتاز من ال expression اللي احنا برضو عارفينه فوق هنا لو حبيت اعرف هادي القيام فانا ايش؟ ها اعوضها في هذه الماتريكس بي انا عندي ال a b c d matrix هادي a b c d عندي موجودة ما في اي مشاكل فححتاج بالنسبة ال v r عندي برضو احتاج ال i r طيب عشان احقى بالنسبة لل v r بس يبغى لها التعديل بسيط اول شي ان انا هقول كم كانت فيها ال voltage اوكي اوه هو قال انه في السؤال انه هي عبارة عن 95% من ال rated voltage اللي هو 345 إنه يجبها نظر سي request 27.8 كغ니 و طبعان هذи ايش Link to Line هلا انا بتعمل مع line to line ولا line to neutral نو اい��를 احتاجني لين فهذه هلا ايش هسوي هاكسمها على جذر الثلاثة وبكده سيصير الناتج a 189.2 وناتخليها هيا الرف coercص حقنا 0.6 طيب بالنسبة لل i , ايش بيساوي , انا عندي الpower , اللي هو 700 ميجا واط صح والزاوية حقته عبارة عن cosine inverse للpower factor , كما الpower factor كان 0.95 ايكيس الpower factor 99 , على جدرة 3 مضروب في . .95 مضروب في . .95 مضروب في .345 هذا الطبع حقته 3 مضروب في .99 مضروب في .1.246 والزاوية 8.11 كيلو امبير ممتاز اذا في هذه الحالة باستخدام الماتريكس انا اقدر اوجد قيمة ال v , sending end , should be equal to 199.6 والزاوية 26.14 كيلو ال v , line to neutral , اللي هي بتساوي لو خليتها line to line , احضروبها في جدرة 3 ال v , و الناتج هي بتساوي ال v , طيب بالنسبة لل is , should be equal to 1.241 والزاوية 15.5 كيلو امبير كده حلينا الفقرة . طيب . فقرة c مطلوب ال % voltage regulation ممتاز حنستخدم هذا القانون وحنقول طبعا اول شي بالنسبة عشان نستخدم القانون v , received end , no load , equals to v , sending end اللي احنا حسبناها قسمة ايش , element a , فهذه الحالة لو عوضنا في القوانين راح يطلع معانا الناتج 345 قلنا .8 زي ما قلنا احنا قسمة الا , الا كم طلعت معانا .9706 that should be equal to 356.3 كيلو فولت line to line احنا فيها ظن كانت فقرة نسينا نحسبها هنا ايه الpower بالنسبة للpower ps it should be equal to جذرة 3 مضروف في 345.8 مضروف في ال current اللي هو 1.241 مضروف طبعا في cos , فرق الزوايا اللي بينهم ستساوي 730.5 ميجا واط طيب نرجح للفقرة حقاتنا هذي بعد ما حلينا وأنه VR IN V R RECEIVED IN NO LOAD اذا انا اكدر الان اقول الVoltage Regulation Equals to التالي 356.3 Minus 327.8 قسمة 327.8 مضروف في المية الناتج حيطلع 8.7% طيب فقرة دي مطلوبة thermal limit based on the approximate current carrying capacity listed in table A4 لو رجعنا للتابل A4 بالنسبة لهذا الكوندكتور راح نجد أنه فقرة دي أنه بالنسبة للكوندكتور الواحد current current carrying capacity should be equal to 0.9 كيلو أمبير لكنا في السؤال عندنا 2 حقيقة منهم وفي هذه الحالة راح يكون current carrying capacity total current carrying capacity total should be equal to 2 في 0.9 كيلو أمبير this should be 1.8 كيلو أمبير وهذا السؤال جدا سهل جرد أننا أخذناه من التابل لأنه هذا كان واحد من الكوندرات اللي احنا تكلمنا عنها الآن نبغى transmission line efficiency add full load طيب transmission line efficiency add full load حكون كالتالي نشوف نحنا full load full load efficiency equals to كم اللوض كان اللي في السؤال عندي load كان 700 بينما أنا اللي أرسلته كان 730.5 مضروف في 100 this should be equals to 95.8 percent يعني لما أرسلت الpower اللي وصل مجرد هو 95% اللي هو تقريبا 690% من الpower ملاحظة نبغى نتكلم عليها بالنسبة للthermal هل الثيرمل هذا ممتاز ولا بالنسبة أنا عندي للكرنت لما نحسب عندي الكرنت هذا أو الكرنت اللي موجود هنا فهم عبارة عن 1.24 كيلو أمبير بينما اللي هنا 1.8 فيتحمل الكرنت هذا طبعا وكذا حلينا الفقرة هذه وشيكنا على بعض الأشياء المهمة وشوفنا الكابل جدا مناسب ناخد ونرجع ونكمل باقي المتيري الحق الأسبوع هذا يعطيكم أنا عافية